اشتركوا في القناة بموجة حر شديدة اثرت بشكل مباشر على الانتاج الزراعي خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور علاء سرحان وستاذ اقتصاديات البيئة اهلا وسهلا يا دكتور وصباح الخير على الحر اهلا يا فنم الجو بقى حر قوي في اوروبا واحنا مش عارفين ايه سبب موجة الحر دي مكناش متعودين ان احنا بنلاقي الاجواء بتبقى بالحرارة دي الحقيقة فنم هو دي دورة مناخية معروفة في الصحراء ان بيحصل ان الضغط عالي اه بيسبب انه لما بينزل الى يعني الارض بيقدي الى ارتفاع درجات الحرارة وبيقدي الى الجفاف طبعا بسبب ارتفاع درجات الحرارة فمثلا الصحراء الكبرى دي حاجة عادية جدا فيها ان ارتفاع درجات الحرارة انها صحراء زي ما احنا عارفين وبيبقى فيها جفاف والامطار بتبقى قليلة اوي اللي حصل ان هذه الدورة المناخية العادية التي تحدث في الصحراء وبالذات الصحراء زي ما بيقولوا عليها باللغة الانجليزية اللي هي الصحراء الكبرى انتقلت الى جنوب البحر الابير المتوسط هل هذه اول مرة لا مش اول مرة بس زادت الحدة وزادت تردد الفريكونسي والمجنيتو زي ما بيقولوا يعني في المصطلحات بتاعتهم ان زادت الحدة وزاد التردد بتاعها في السنوات الاخيرة اللي احنا شفناها دي بسبب التغيرات المناخية يعني الظاهرة هذه الظاهرة المناخية العادية التي تحدث في الصحراء والتي تنتقل الى مناطق اخرى من العالم دي حاجة عادية مش اول مرة ولو نرجع لي يمكن الدرجة الحرارة زادت اكتر هذه المرة وايضا بسبب ان درجة الحرارة المتوسطة للارض الريدي هي زايدة بسبب تغيرات المناخية نزود عليها كمان حضراتكم ظاهرة النينيو النينيو موجودة دلوقتي وهي ايضا دورة مناخية اخرى العالم بيعرفها وهي بترفع درجة حرارة الارض وبتؤدي الى زيادة درجة الحرارة في مناطق اصلا فيها مسطحات مية كبيرة والى اخر بتزود الامطار والسيول الى اخر فشوفنا مثلا ان الساحل الشرقي من الولايات المتحدة فيه سيول عارمة وفيه دول كتيرة جدا فيها سيول فاحنا دلوقتي عندنا تلات حاجات مع بعض ظاهرة مناخية اللي هي قدت الى الضغط العالي والدرجة الحرارة عالية جدا مع جفاف في دول كتيرة من اوروبا وجنوب اوروبا اللي هو شمال البحر المتوسط ثم وجود التغيرات المناخية الرفع الدرجة الحرارة الارض اللي هي موجودة حاليا حوالي واحد واحد من عشر درجة متوسطة ومتوسطة نحط تحتها خطوط كتير ثم النينيو يعني سبحان الله الثلاث زواهر مناخية مع بعض حصلوا وقدوا الى ما نحن عليه الآن في دول اوروبا طيب حدق قلت ان هي دورة ايو فان دورة في التغيرات المناخية عفوا لي فان هي مش في التغيرات المناخية دورة مناخية دورة مناخية يعني مش ظاهرة التغيرات المناخية هي دورة مناخية فان طيب جميل جدا هذه دورة مفروض يعني ليها مدار وبتروح لأوروبا كل قد ايه مثلا وزودتها بعد تغيرات المناخية الحقيقة فان هي مثلا ناخد مثال حي النينيو ظاهرة مناخية بتحدث مرة ما بين سنتين إلى سبع سنوات هذه هي الدور إمتى بتحصل يا فندم هذه الدورات لا يمكن رصدها لأن أيضا بسبب أن الأرض بتلف ولها مدار وأيضا هناك جاذبية أرضية وهناك مجال مغناطيسي وهناك مد وجزوة إلى آخر كل دي حررتك لا يمكن أن نجزم أن بتحصل كل لكن احنا بنديرينش من سنتين إلى سبع سنوات ستحصل الزائران مناخية دي التردد بتاعها بيزيد يا فندم في السنوات الأخيرة أيو يا فندم التردد زاد والمرصد الأوروبي ومرصد أخرى كثيرة جدا للأحوال الجوية بترصد هذه الظواهر ليه؟ بنحاول نتنبأ فيها لكن فيه مشكلة عدم يقين أنسيرتينتي احنا بنبقى عارفين أن هي حتحدث ولها دورة ولكن زادت هذه الترددات فإحنا بنعمل إيه؟ نحاول أن يكون عندنا نظام انذار مبكر بقدر الإمكان وعلى درجة عالية من اليقين حتى يمكن التنبؤ بشكل من الدقة شوية لحد ما إحنا مش نقدر نمنحها ولكن نقدر حضرتك إن إحنا كيف يمكن أن نتخذ إجراءات حماية وقائية مسبقة يعني قبل عشان نحمي الناس ونحمي المنشآت ونحمي الأنشاطة بتاعتنا من ما يحدث من أضرار أكيد دكتور ني نقول المرصد الأوروبي حذر في الفترة الأخيرة من الجفاف اللي ممكن يكون موجود وحذر إنه ممكن أكتر من 27 دولة تكون حتتعرض للجفاف في الفترة القادمة خصوصا بقى مع نقص الأمطار الشديد اللي موجود نقدر نقول إن ده بسبب نقص الأمطار فعلا نقدر نقول إن بسبب الإنبعاثات اللي موجودة من الدول دي لأنها دول صناعية كبرى أنا مش قادر أعرف بالزبط نقدر يعني نرجع السبب ليه دعب يا بداية التغيرات المناخية لو حريبت كلمة عن الإنبعاثات والدول الصناعية التغيرات المناخية لا تقف عند الحدود السياسية أو السيادية للدول هي عابرة الدول عابرة القرات إلى آخر يعني أنا النهاردة لو عندي دولة بتطلع إمبعاثات كربون كتير ولها مسئولية تاريخية منذ الثورة الصناعية مش معنى كأنها هيكون لها ضرر أكتر بل بالعكس وده الكلام ده سات الرئيس قال أمبارح في كينيا أن الدول الأفريقية هيكون هيقع عليها ضرر كبير جدا بسبب التغيرات المناخية في حين أنها لم يكن لها نصيب في الإمبعاثات وما يحدث الآن فللأسف الشديد موضوع التغيرات المناخية وإن كان إحنا نعرف أن الدول الصناعية الكبرى اللي هي منذ الثورة الصناعية هي المتسببة أو المسبب الرئيسي في كده إلا أن ليس بالضرورة أن يقع عليها هذا العبء بتاع التدعيات التغيرات المناخية إحنا متفقين على كده ولكن اللي بيحصل حضرتك أن هذه هي دورة هذه الدورة تحدث وليس بالضرورة أن هي تحدث في منطقة معينة في العالم ومنطقة أخرى ولكن هي بتنتقل من منطقة إلى أخرى حسب الطيارات الهواء حسب عوامل مناخية أخرى إحنا نقدر نقول حضرتك نخرج بحاجة مهمة جدا أن التغيرات المناخية عمتا هي دورة سينشأ عنها أو حينتج عنها ما يطلق عليه بالمصطلح العلمي بتاعه extreme weather events يعني سيكون هناك معالم أو زواهر جوية جوية وليست مناخية جوية متطرفة جدا ما بين درجات حرارة عالية جدا زي ما حالك تفضط درجات حرارة عالية وجفاف درجة حرارة لما بتزيد بتقلل بتقلل نسبة الرطوبة اللي موجودة فبتعمل جفاف كبير وللأسف اللي دي بتعمل حرائق غبات طبعا يعني الرطوبة اللي احنا بنشتكي منها دي دي كويسة سبحان الله يعني هندعش من الرطوبة لا يا طبعا كل حاجة حضرتك موجودة ربنا سبحانه وتعالى حطها لها سبب وإحنا لازم نحن نعرف كده وما نغيرش المعادلة الربانية اللي موجودة هي مشكلة الحالية إن احنا المعادلة اللي موجودة احنا يعني تدخلنا فيها وغيرناها وحدث ما حدث بسببها طيب لقينا برضو في بعض الدول الأوروبية فيه جفاف في أنهار أي فان هل برضو ناتج من نفس السبب؟ بالزبط يا فان الراين مثلا على سبيل المثال إن مثلا في ألمانيا نهر الراين اللي في بعض مناطق كديرة منه كان يستخدم في الملاحة عشان نقل البضاء إلى آخر أصبح بسبب الجفاف طبعا الجفاف والأمطار ما هي دورة مياه ودورة أمطار نفس الأمطار الهيروسايكل دي قلت فما عادش فيه أمطار ولما مقلت الأمطار اللي هي بتغزي هذه الأمهار لما مقلت ما أصبح لأجزاء كبيرة جدا غير قابلة للملاحة وفي أجزاء كان بتطلع بعض الطاقة الكهربائية مثلا ماشي قادرة فكل الكفاف ده وحرائق الغابات برد لأن دي مهمة جدا في أروب يعني ده أثر على الكهرباء على إنتاج الكهرباء وأثر على النقل وأثر على الزراع أثر على حاجات كتيرة جدا وأكتر من كده فندم أثر على صحة الإنسان وأثر على حياة الإنسان وجودة حياته في النهاية اللي هي أوروبا بتعتبر أن ده موضوع كبير جدا هي طبعا نوعية الحياة وجودة الحياة أثرت في النهاية على جودة الحياة للمواطن في هذه الدول الأوروبية دكتور نقدر نقول أن جنوب أوروبا وعلى غير المتوقع قد يكون بدأ في التعافي بعد سقوط الأمطار في الفترة الأخيرة لكن في بعض الدول ما كانش لها نصيب كبير أنها يحصل لها يعني تعافي زي إسبانيا والبرتغال وغيرها هرارك متخيل أنه في الفترة القادمة كيف سيتم التعامل مع الكفاف اللي موجود عندنا وعرضتك طبعا إحنا بتدينا نفكر في موضوع التغيرات المناخية عمتا بصرف النظر عندي دورة مناخية نينيو إلى آخر إحنا بنتعامل معاهم بما يطلق عليه بالتكيف الأدابتيش كيف يمكن أن نتكيف مع الجفاف وكيف يمكن أن نتكيف مع ما هو آت إيه هو اللي جاي إنه حيكون فيه فترات جفاف طويلة الأمطار حتقل الأنهار حتتجف إلى آخر سواء بقى في جنوب أوروبا كيف نلعب في الأيكو سيستم يا دكتور؟ أنا فندم زي ما قلت لحضرتك إحنا المعادلة أو الإيكو سيستم اللي موجود عندنا حبينا أن نغير أجزاء منه علشان خاطر نطوعه لأسباب أو لأخرى نزود الصناعة على حساب الطبيعة إلى آخر انقلب السحر على السحر زي ما بيقولوا إنه إحنا الكلام ده الطبيعة هذا هو هذه هي استجابة الطبيعة لما فعلناها نحن فعلنا ذلك بأيدينا فبالتالي الطبيعة بترد علينا بشكل قاسي جدا وبتقول ما حدش يعمل كده معايا لأن أنا لو سبت كل حاجة على طبيعتها بل بالعكس حاولت إنه كنت تنموا الطبيعة إزاي ننمي الطبيعة نحن نحافظ عليها وإلى آخر وهذا هي طبعا حاجة بس على جانب الأخر فيه تكنولوجيا وفيه ثورة صناعية ما يفن بالثورة الصناعية دي إنه إحنا ممكن نستخدمها في التكنولوجيا النظيفة والطاقة النظيفة ونستخدمها في استخدامات زي ما بيقول لسيادتك تنمية الطبيعة وبالعكس إحنا ممكن نستخدم الطبيعة كحل من الحلول لبقاء الإنسان على الأرض يعني وربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا المصادر الجينية اللي موجودة حيوانية ونباتية ما هي دي اللي منطلع منها الأدوية دي اللي منطلع منها الأمصال ودي اللي فيها سر الحياة فإحنا النهاردة لما بنقضي على التنوع البيولوجي لما بنقضي على كائنات كتيرة جدا إحنا كده حتى لو ما نعرفش لو ما عندناش نحية معرفية عنها لكن في المستقبل قد تكون هي دي السبب في بقاء الإنسان على هذا الكوكب فإحنا النهاردة إزاي إحنا بنقضي على حاجات ربنا سبحانه وتعالى خلقها وإحنا نحن نانع نحن نقضي عليها بسبب جهل الأسف الشديد من عدم معرفتنا بالقيمة الحقيقية لهذه الكائنات التي سخرت وخلقت لخدمة الإنسان فإحنا بنقضي على حاجات والجو ده حرطك ده سيستم معمول علشان خاطب إحنا نتنفس منه وده له موارد دي هي الموارد الاقتصادية بتاعتنا كلها في هذا في الجو موجودة في داخل الغلاف الجوي فإحنا للأسف الشديد ما هيحدث الآن هو حاجة طبيعية جدا لما اقترفت أيدينا يعني إحنا عملنا الكلام ده فما نجيش بقى دلوقتي نزعى نقول هو الجو تغير ليه هو حصل ليه إحنا اللي عارفين الإجابة عليه وإحنا اللي عارفين الحال طيب إيه أكتر الدول التي تعرضت للجفاف خلال الفترة الأخيرة يعني البيان الصادر عن المرصد الأوروبي الجفاف بيقولوني فيه 42% من الأراضي الأوروبية تعرض للجفاف هو يا فنم مبدئيا أسبانيا أكتر دولة تعرضت فيها وللأسف فيه خسائر كثيرة جدا بنتكلم على إيطاليا بنتكلم على اليونان سبحان الله يعني بريطانيا قالوا بس إن فيه منطقتين كورنويل وصمرسل يمكن 4% ولا حاجة 4% أقال بس لكن بقيت الدولة لازالت كأن ما فيش أي حاجة حصل الدول إسكندفية أخبرها ما فيش أي حاجة حصل هو حادثت الجنوب لأنه جاية من الصحراء جاية من الصحراء الكبرى الموجة دي فلما راحت راحت من بالتونس إلى البحر المتوسط وطبعا شمال وطبعا إحنا في مصر برضو يعني إلى جنوب أوروبا فجنوب أوروبا بدأت بأسبانيا ثم إيطاليا ثم اللي أخذت الخط الساحلي اللي هو بتاع شمال البحر المتوسط وتركيا طبعا أجزاء كبيرة من تركيا أبروس ومالطة والسقلية ثم اليونان فهي حررتك ويقال والله أعلم المرصد بيقول أن في تنبؤ وتقديرات أنه قد تصل إلى دول أخرى الأسبوع القادر ولكن يعني قد تنتهي إن شاء الله في نهاية عطلة الأسبوع لي مش ده اللي بعدين إن شاء الله إن شاء الله يعني نستبعد إن شاء الله خطر اندلاع الحرائق اللي ممكن يكون حصل وشفناه وتابعناه الفترة يمكن السف اللي فات في الغبات اللي كانت موجودة في أوروبا في أكتر من مكان ولو الموضوع حيتم السيطرة عليه في خلال أسبوعية إن شاء الله هو حدرتك طبعا حصل في جزر الأمر اللي هي برضو جزر تابعة الأسبانية حصل حرائق الغبات واضطر أنهم يعملوا ينقلوا السكان وكده حكاية حرائق الغبات دي طبعا موجودة عمتا وبتحصل كتير جدا وبتسمع عنها كتير قوي وحتفضل تحصل برضو على فكرة يعني بسبب ارتفاع درجات الحرارة يعني بفعل الطبيعة وليس فعل الإنسان عشان الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة فإحنا يعني إن شاء الله يعني ندعو الله إن إحنا ما يحصلش حرائق الغبات وترجع الأمور إلى يعني مسارها الطبيعي إن شاء الله يا رب بس الحمد لله إحنا نحمد ربنا هنا في مصر إحنا الحمد لله رب العالمين وإحنا كان فيه جفاف الحمد لله إحنا الحمد لله يعني ظروفنا يعني أفضل بكثير من الدول اللي إحنا بتشوفها بتعاني كتير جدا دلوقتي فنحمد الله يعني كل شك لك يا فندم دكتور علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة بنشكرك شكرا جزيلا ألف شكرا يا فندم